اشتركوا في القناة تلعبوا في اللعبة أول نص ساعة أول ساعة بحيث أنه ما ينحرق عليك حاجة فبسم الله نبدأ أول حاجة عندنا زي أي RPG تقريبا عندك Heavy Attack و Light Attack هذا Light Attack مربع 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 إليما يخلص السمنة حقتك ويوقف تمام ثانيا نجي لل Heavy Attack ال Heavy Attack بعد ما أعمل داج من هذا الرجال تضغط مثلث وتضغط مثلث مرة ثانية هذا ال Heavy Attack طبعا ميزة ال Heavy Attack عن Light Attack إنه الريتح حقه بعيد بس أبطأ اللهم الريتح حقه أبعد وما ينديك تسويه كومبو يعني هو Heavy Attack بعدين Heavy Attack تاني ما فيه كومبو Heavy Attack هو نفسه تقع تسوي كل شوية نتكلم دحين على الصد والباري الصد بالرغم من إنه حينقصك الرجال شوية ولكنه يعني له فايدتين الفايدة الأولى إنه لما انت صد ما تتنقص قتير الفايدة الثانية إنه زود لك الإيكور حقك والفوكس باري يزدأ زي ما انتم شايفين الفوكس قاعد ينزول حنتكلم بعد شوية على الفوكس بار وعلى الإيكور الصد كان الواني يا جماعة بخير داح نتكلم على الباري الباري في هذه اللعبة غريب شوية يعني عادة في العلعب يكون لما تصد وقت ما يضربك وبعدين تعمل كاونتر بالمربع على أساس تعمل حاجة زي الكريتكر أو زي ما هنا سموه باري أتاك لا هنا لازم توقت ضربتك شوفان أكلتها دي لازم توقت الباري حقتك وقت ما يبدأ هو في الحركة يعني اللحين قاعد يتفرج فيه شايفين زي كده هذا الباري أتاك مش دايما يجي الانيميشن هذا اللي حصل مش دايما يجي بس يزود لك شوفوا زي ما انتم شايفين الإيكور حقي في اليمين طلع من 16 إلى 18 وينقص كتير ويطرح الانيمي على الأرض عادة فيمديك حتى لو الانيمي طاقته عالية أو العدو طاقته عالية يمديك تنهيه هو لسه في الأرض تسوي له كومبوتانية على أساس بحيث أنه نموت تسوي الباري بل 2 والصد بل 1 دا حين يتكلم على الداج زي ما انتم شفته في الفيديو قبل شوية لما هو يجي يضربك تضغط دائرة وتسوي داج الداج لو سويته بشكل صحيح يزود لك الفوكس بار حقتك اه شايفين الفوكس بار ازداد فلازم في آخر لحظة تسوي داج لما عشان يزداد الفوكس طيب نيجي دا حين لحاجة اسمها البيهايند اتاك البيهايند اتاك هذا ينفع سواء بالستيلث أو حتى يمديك تسوي من غير فانت كل ما عليك انك تيجي ورا الشخص هذا زي الناس وحيانا نيجيك هذا الانيميشن برضو وبرضو فايدتها انها تزود لك الكور وتنقص كتير وفي كتير احيان تقتل الراجل زي ما انتم شايفين هنا هذا اخينا مات واذا ما قتلت وتطرحوا في الارض بحيث انك انت تقدر تخلص عليه زيها زي الباري حنشوف البيهايند اتاك مع عدو قاعد يهاجمك هذا عدو قاعد يهاجمنا حنحاول نسوي عليه بيهايند اتاك بحيث نشوف كيف فعالية البيهايند اتاك مع عدو قاعد يهاجمنا تيجي من وراك كده وتدي له واحد طبعا لازم انت تكون بالضغط في النص تقريبا بين الرجلين حقه اول ما توصل بين الرجلين اضغط مربع ويسوي البيهايند اتاك نيجي دحين للدرين اتاك الدرين اتاك بعد ما اعمل داج من هذا مرة تانية كل اللي عليك تسويه انك تعلق على الاكس الين ما تعمل في حدود ثانيتين تقريبا الين ما تصير كده الين ما يولع وتهجم عليه بحيث انك تعمله درين اتاك بس مشكلته زي ما انتو شفتوا صح ينقص كتير صح يزود لك الايكور حقتك اثنين لكن مشكلته انك احيانا كتير ما يضرب بالنسبة لي انا شفتوا ما هو مفيد فنجربوا مرة تانية لحين عشان تشوفوا هذا الرجال شافنا ولا ما شافنا هذا الرجال ايوه تمام لو انت لحين انا امديك تأشر على الخصم باستخدام R3 لو انت مستخدم R3 هذه ممكن حيضرب معه نيجي دحين لل R1 اكس درين اتاك هذا الدرين اتاك R1 اكس ممكن انت تسويه في اي كومبو سواء هاوي اتاك R1 اكس سواء مربع R1 اكس مربع مربع R1 اكس طالما انه عندك ستامنة ما زالت موجودة ايش مكان قلة السامنة هذي في البار حقتك السامنة البار طبعا هذا اللي في اليسار يا جماعة الخير فدحين احنا حنشوف كيف لما نضيف R1 اكس مع اللايت اتاك عندك واحد اثنين ثلاثة R1 اكس يزود لك الاي كور حقتك واحد اقل من الدرين اتاك واقل من الباري واقل من البيهايند اتاك او الهجوم الخلفي لكنه يكمل لك الكومبو وينجلس لك عدوك زيادة دحين حنشوف الدرين اتاك مع الهبي اتاك عندك هذا مثلث درين اتاك جدا مفيد هذا الدرين اتاك بحيث انه انت الاي كور هذا اساس هو زي العملة اللي انت تستخدمها على اساس تستخدم السكيلز اللي يكون عادة في الالعاب الان بي حقتك او الماجيك فاور طيب دحين عندنا اللانش اتاك اللانش اتاك هذا لما تكون انت فوكست انت تصير فوكست لما تعمل داج ولما يضربوك الناس اللانش اتاك كل ما عليك تضغط انك تضغط ار واحد مثلل سي كده ويديه لواحدة يقصه نصين تقريبا ويزود لك اي كور وينقصه كتير ويخليه مرمي في الارض لها فوائد كتير اللانش اتاك طيب نيجي دحين للنوعيتين الهجوم اللي تجدر تسويها وانت تتفادى الحركة اول نوعية هجوم لما تيجي تتفادى اتفاديت مربع هذه لما تمشي على وراء وتضغط مربع يجي هجمة زي كده الريت حقها عالي زي ما انتم شايفين فيه كمان الهجمة ثانية لما تتفادى على قدام وتضغط مربع يجي له زي كده واضحة في الفاس عشان كده انا غيرت لفاس هذي شوفها الريت حقها كيف لما تضغط على وراء تضغط قدام مربع يسوي كده الريت حقها كويس كل سلاح عنده ضربة خاصة بي له هي ار واحد مربع الفاس هذي ضربة الار واحد مربع حقاته زي ما انتم شايفين فيه ضربة قوية نوعا ما عندك هذا الار واحد مربع حقات السيت للحربة هذي اللي زي حقات قوانيون اللي في ديناستي واريو عندك هذي حقها الار واحد مربع زي ما انتم شايفين كلم عالسكيلز او اللي سموها في هذي اللعبة القفت السكيلز هي حاجات او القفت هي فعليا اشياء انت ممكن تستخدمها بحيث انك مثلا تقوي من قوة هجومك او تستخدمها ككمبو لقتال معين هذي اول سكيلز من اول سكيلز اللي يكون معاك اسمها تريبل انا لييتا يمديك تستخدمها بهذه الطريقة وتكلف زي ما انتم شايفين اي كور او الام بي اللي تحت هذا اللي دحين تمانية من ستاعش انا لما استخدمت الاثنين سكيلز هذي اللي فوق استهلكت عشرة ام بي او استهلكت عشرة اي كور فلما اندحين ضربته بالمربع بالهجوم العادي رجعت اثنين طبعا الغارد او الصد يرجع لك برضو الدرين اتاكس يرجع لك ويزود لك الماكزمم اللي ممكن تشله الباري نفس الشي الضربة من وراء او البيهايند اتاك نفس الشي فهذا كله يزود لك الاي كور حقتك واحدة من الاشياء المفيدة اللي ممكن تسويها في اللعبة انك تدمج اللايت اتاك مع السكيل اتالي فتخليها كومبو واحد زي كده خصوصا ضد الوحوش اللي طاقتها عالية هذا الوحوش لو ما سويت معا كده السكيل الوحده ما يكتلوا والكمبو الوحده كمان ما يكتلوا وفي النهاية اتمنى الفيديو يكون عجبكم زي ما انتم شايفين الاي كور حق يمخلص وراحة قاتل مع هذا الكبير سوو لنا لايك شير وسبسكرايب اذا اضفنا لكم حاجة اذا ما اضفنا لكم شي برضو سوو لنا السبسكرايب من غير اللايك لانه ان شاء الله حنسوي حاجة في المستقبل حتيعجبكم وحتفيدكم ننزل فيديو كل يوم وحيانا حتى اكتر وشكل ان هذا حيكتلنا انا احاول اجي ورا افضل لما تبقى تكتلوا سوو لنا لك شير وسبسكرايب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته